أبدأ معك دكتور توفيق شمان من بيروت هل كان حزب الله محقاً عندما عدى قبرص طرفاً إلى جانب إسرائيل في الحرب؟ يعني هو في الواقع الخطاب الأخير الذي ألقاه سيد حسن صلى الله الأمين العام لحزب الله كان خطاباً ردعياً وبالتالي طبعاً هو هذا الخطاب مسعى لمنع الحرب الشاملة التي يهدد بها بن يمين ناتنياهو من هذه الزاوية يمكن أن نقرأ هذا الخطاب بخلفياته وأبعاده لكن بثورة عامة الكل يعرف يعني بأن عدة مناورات أجريت منذ العام 2022 و2023 وفي داية هذا العام في قبرص مناورات قبرصية إسرائيلية بل كان هناك مناورات إسرائيلية لوحدها أيضاً يعني بحسن التقارير الإسرائيلية آنذاك وبإمكان أي شخص يعني أن يطلع عليهم بأنه التدريبات الإسرائيلية هناك والمناورات لأن الطبيعة الجغرافية لقبرص تشبه إلى حد كبير الطبيعة الجغرافية للبنان لذلك قوات النخبة وقوات مظليين تقريباً بل أكيد يعني هي التي قامت بمثل هذه المناورات فوق ذلك يعني قرأت أول من أمس تقريراً مترجماً بدون شك على القناة 12 العبرية هذا التقرير يقول بأن في قبرص أربع قواعد جوية إسرائيلية الفكرة الأساسية من خطاب السيد نسر الله أنه في حال اندلعت الحرب الشاملة فبدون شك بأن المطارات وأيضاً المرافق الفلسطينية المحتلة سوف تتعطل وبالتالي لن يستطيع الإسرائيلي أن يستخدم المطارات داخل فلسطين المحتلة لذلك سوف يلجأ إلى مطارات بديلة أو إلى مرافق بديلة أو إلى جغرافيا بديلة ونتيجة التعاون العسكري والأمني والمناورات التي ذكرتها قبل قليل فإن الاحتمال الأكبر أن تكون قبرص لأنها هي الأقرب جغرافياً إلى لبنان من هذه الزاوية الثانية يمكن أن نقرأ خطاب السيد نسر الله على أي حال أعتقد بأن التصريحات التي أدل بها الرئيس القبرصي وقال بأن قبرص هي جزء من الحل ولن تكون جزء من المشكلة كان هذا توضيح على أمل أن يكون هذا التوضيح أو أن يذهب هذا التوضيح إلى تطبيق عملي وبالتالي في حال اندلعت الحرب لا تكون قبرص قاعدة لأي إرداء إسرائيلي على لبنان يعني هذه الزاوية الثلاثة التي يمكن أن نقرأ بها حتى بالسيد حسن السر